موسيقى 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 اهلا بكم اعزائنا طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برميك مدرسة على الصفة النهاردة هنتعامل مع موسيقى موسيقى في معنا كمان بعض وفيه كمان معنا اكسسايزز اول مجموعة كلمات معنا هي الفرق ما بين الفاكت و افكت ستعلم شوف كده الفرق ما بين الكلمتين عندنا كلمة افكت بيقول لنا هي فعل معناها بيقول لنا تو انفلونس معناها يؤثر او تأثير ان تؤثر او تتسبب في وجود شيء تتشينج طبعا معناها يؤثر وممكن بتيجب معاني اخرى تعالوا نشوف اول معنا ليها بيقول لنا نيكتين افكت نيكتين The change that something causes in something else The change that something causes in something else يبقى افكت معناها تأثير وبعدين بيقول لنا The heart head injuries هي اصابات الرأس can cause long lasting psychological effect head injuries اصابات الرأس can cause يمكن ان تسبب long lasting psychological effect تأثير، سايكولوجي أو نفسي طويل المدى كمان افكت ممكن تيجي كفرب ومعنى يحدث شيء يبقى في عندنا افكت معناها تأثير وممكن تيجي بمعنى يحدث شيء تيجي كفرب معنى يحدث شيء عندنا مجموعة اخرى من الكلمات فبدأ بيقول لنا معاد ترتيب معين ترتيب مسبق لكي ترى شخصا ما في وقت معين يوجد لفا السيريس طاطس عادة لغرض ما سيريس سيريس بتيجي بمعنى قاد وسيريس بتيجي بمعنى خطير ومديني اجزامبل بيقول لي سيريس بتيجي بمعنى خطير بتيجي بمعنى خطير طبعا افكت معنى خطير طبعا افكت معنى خطير ييجي معها الفاعل هاف أو هاز وممكن كمان ييجي معها الفاعل أفكت مرضي اللي فيها at which someone is asking questions فيها شخص ما بيتسيل بعض الأسئلة in order to find out find out يعني يكتشف لي إيجاد أو لي اكتشاف if they are suitable لو الناس دي اللي عندها الانتوفي are suitable suitable يعني مناسب أو متناسب لو هم مناسبين لهذه الوظيفة for the job or a course of study مهام؟ أو دورة تدريب لي ده بالنسبة الانتوفي طبعا إحنا عارفين أن انتوفي معناها يقابل وبتيجي كمان كانوا معنا مقابلة يعني أنا ممكن أقول I have an interview today أنا عندي النهاردة انتوفي تمام؟ عندي مقابلة with whom مع مين with the manager of the company مع مدير الشركة with the head of the department مع رئيس القسم أنا أنا متقدم لوظيفة ما applicant أخذنا أبل كده معنا متقدم لوظيفة وبييجي طبعا جاي من النهاي الورب اللي هي apply for apply for a job يتقدم لوظيفة apply for a job يتقدم لوظيفة applicant متقدم يعني if you are an applicant لو أنت متقدم لوظيفة you are usually asked عادة بيطلب منك أن أنت ت fill in an application form to fill in an application form يبقى fill in يملأ بيانات fill in an application form اللي هي استمار التقدم لوظيفة يبقى عندنا application form استمار التقدم لوظيفة application form جاي من apply و جاي من applicant apply for يتقدم لوظيفة applicant متقدم وapplication form قلنا بتأخذ الفورب fill in an application form نكتب كل الكلمات دي لأن الكلمات دي هتفيدني في الترجم كمان في عندنا fill out يما في عندنا fill in أو fill out اللي اتنين بيدوا نفس المعنى معناها يملأ بيانات أوكي طيب احنا عارفنا دلوقتي application وapply وapplicant طيب I am I'm an interviewee صح كده أنا دلوقتي رايح عندي مؤابلة فأنا دلوقتي متقدم لوظيفة وعندي مؤابلة فأيام هكون أنا دلوقتي في الحالة دي an interviewee متقدم للوظيفة and the person who runs the interviewee نكتب برضو run an interviewee run معناها يجري صح كده وrun بتيجي كمان بمعاني أخرى معناها يجري أو يدير فأنا لو قلت أني the manager المدير is the one who runs the interview هو الشخص اللي بيدير أو بيجري المقابلة طيب من الشخص اللي بيجري المقابلة بنسميه عبدا interviewer يبقى the interviewer is the person هو الشخص who runs an interview اللي بيجري مقابلة مع شخص آخر ده بنسميه interviewer تمام الضيف أو الشخص اللي بيجري معها المقابلة اسمه interviewee تمام زي trainer بالضبط trainer مدرب هو اللي بيدرب و trainee متدرب أوكي فاحنا نأخذ بالنا من الفرق ما بين الكلمات دي لأن الفرق دي مهمة جدا جدا تعالوا احنا نرجع نشوف احنا كنا بنقول ايه خلص نحن من كلمة interview و have an interview في عندنا conference مؤتمر a conference is a meeting الكونفرنس ده هي مقابلة often lasting a few days عادة بتستمر أرضا هي كلمة last معناها ايه هنا last معناها طبعا هي last معناها الماضي لكن في الجملة دي معناها يدوم أو يستمر يبقى last لونا قلت مثلا last week وفيه بيرتش انجش بقول last week فانا ما هيكون معنا الكلام ده ايه السبوع الماضي لكن لو قلت the conference last يعني last هنا يدوم أو يستمر رجائك verb بمعنا يدوم أو يستمر a few days لمدة قليل من الأيام which is organized ويتم التنظيم له to own a particular subject في موضوع معين or to bring together people who have a common interest bring together people هو جمع الناس who have a common interest اللي عندها النفس الانترست الاهتمام دي بقى conference ده هو مؤتمر تمام طيب عندنا بعد كده الفرق ما بين win beat earn and gain win طبعا معناها يفوز بيجي معها كل الكلمات دي وانا جمعتها لكم عشان نبقى عارفين ايه الحاجات اللي ممكن تيجي مع win win بقى ممكن تيجي معها competition win a competition يفوز بايه بمسابقة competition معنا مسابقة نكتبها كلمة مهمة win a battle battle معركة win a battle يفوز في معركة win a race يعني يفوز في سباق اوكي خدوا بالكم ان race بتاخد الverb do كمان do race يعني يتسابق وreis أصلا بتيجي معناها يتسابق كمان verbal noun وممكن اقول do race معناها يتسابق تمام win championship win a championship يفوز ببطولة win elections يفوز في الانتخابات win a game يفوز بمباراة win argument يفوز في جدال او نقاش win a cup يفوز بالكأس win a medal يفوز بميداليا win a prize بجائزة win war يفوز بالحرب طيب يبا احنا لازم نحفظ كل التعبيرات دي اللي بتيجي مع وين تمام يبقى وين بتيجي مع المباريات فممكن اقول win a game win a championship win a competition ممكن تيجي مع الحاجات انت ممكن تاخدها زي الكؤوس وين win a medal win a cup ممكن تيجي كمان مع كلمة battle وكلمة war فانا ممكن اقول win a battle يفوز في معركة win war يفوز بالحرب يبقى كل الحاجات دي تيجي مع win طبعا ممكن تيجي مع الحاجات اللي هي abstract كمان يعني ممكن تيجي مع الحاجات المجردة خلينا في الجزئيات اللي هي خاصة بالgames والمسابقات لكن beat مختلفة طبعا في المعنى وgame مختلفة تماما تعالوا حنشوف بعض الagexamples ونرجع لكم تاني بيقولينا مصطفى won a golden medal مصطفى one وننطقها اخدوا بالكم النوت مصطفى one ما بنقولش won ونخطأ مصطفى won a golden medal يبقى one نفس النوت بتاع رقم واحد بالانجليش بنقول one مصطفى won a golden medal فاز بميداليا ذهبية ولازم ناخد بالنا من الفرق ما بين gold وgolden اه طيب انا لو قلت لكم مثلا she's wearing she's wearing a gold ring هي لبسة خاتم ذهب who already it is made out of gold مصنوع من الدهب لكن لو قلت مثلا the hang or the color of the mobile is golden يبقى الموبال بتاعيد the mobile i have a golden mobile يبقى it has the golden color the color of gold نفس لون الدهب لكن gold مصنوع من الدهب يلازم ناخد بالنا من gold it's made out of gold ولكن لما اجا اتكلم على الالوان فانا اقول مثلا ان she has a golden mobile she has golden her عندها شعر ايه golden it's not made out of gold but it has the color of gold ليه لون الدهب تمام جدا لابا احنا لازم ناخد بالنا من كل الحاجات الصغيرة دي لان انا بتحاسب عليها في الامتحان تعالوا نشوف كده الاكسامبولز اللي معنا بيقول لنا مصطفى one a gold medal and the olympic games في ال olympic games وليا اخد بالنا من ناط olympic the olympic games لان ذا بننطقها the if it is followed by لو تبعت بكلمة بتبدأ بصوت متحرك صوت متحرك فانا هقول the olympic games ما بقولش ذا the olympic games ليه the olympic games لان الكلمة اللي جات بعد ذا بدأ ب vowel sound صوت متحرك و olympic games اللي هي الالعاب الاولمبية طبعا في عندنا paralympic games اللي هي الالعاب الاولمبية الخاصة بالمعوقين اسمها paralympic games في عندنا كمان beat beat طبعا معناها يهزم وbeat بتيجي بمعنى يضرب اول معنى ليه beat بيقول لنا to hit very hard to hit very hard معناها ان تضرب بايه بقوة beat يعني ضربوا حتى الموت by the gang بواسطة العصابة بواسطة العصابة وهنا الجملة عندنا passive وهي في في الماضي الباسيب طبعا احنا عارفين ان الباسيب بتاع الباسيب بيكون واضع و وبعد كده التصريف التالت بحط واضع و وبعدين التصريف التالت ممكن تيجي كمان كالرب وبيقول لنا to beat eggs beat eggs معناها ان انت mix them ممكن تيجي مع الags ممكن تيجي مع كريم ممكن تيجي مع butter معناه ان انت beat eggs او beat butter او beat cream وبننطعها cream بالمناسبة مش كريم to beat eggs cream أو butter ده معناه ان انت means to mix them using a fork أو a beater معناه ان انت تخلطهم باستخدام fork شوكة أو بيت أو مضرب تمام وطبعا باللغة العربية بنقول يخفق البيض أو يخفق الكريم أو يخفق الزبدة يبقى beat هنا جاية بمعنى يخفق الشيء أوكي beat كمان بيتيجي كverb بيقول لنا to defeat ودي المعنى اللي عندنا في اليونت بس احنا لازم نبقى عافين كل المعاني to defeat معناها يهزم beat بيقول لنا in saturdays in yesterday's games in yesterday's games في مباريات الأمس طبعا احنا اللي معانا هنا هي دي الابوسطف s دي خاصة بالposition من نقول على possessive s وطبعا possessive s افكركم any the possessive s is used with بتستخدم مع مين حد يقول possessive s is used with people بستخدم مع الناس فانا ممكن اقول احماد احماد موبال تمام كده احماد موبال موبال احمد بقيت مع الاشخاص the doctor's car سيارة الطبيب كمان the possessive s is used with time ممكن استخدم مع time فانا ممكن اقول ياسا day's conference المؤتمر بتاع الامس ياسا day's conference ممكن استخدم ها كمان مع countries الدول فانا ممكن اقول ايجب economy اقتصاد مصر ممكن استخدم ها كمان مع animals الحيوانات فانا ممكن اقول the cat's tail ذيل او ذيل القطة اوكي هاول تاني the possessive s is used with people ممكن استخدم مع الناس فانا ممكن اقول مثلا مصطفى الابتوب ممكن استخدم ها مع ال time فانا ممكن اقول yesterday's conference مؤتمر الامس yesterday's conference ممكن استخدم ها مع الدول ممكن اقول ساعدها ايجب 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 ايكونامي ممكن استخدم ها مع animals الحيوانات واقول the cat's tail لكن ما ينفعش استخدم ها مع الاشياء فانا منفعش اقول the classes door مثلا ونفعش اقول the school gate ممكن اقول the school gate اضافة the school gate او the gate of the school تمام كده ده بالنسبة لي possessive s خدوا بالكم ان احنا بنضيف apostrophe s لكن اذا كان المالك لانا بحط بعد منه apostrophe s جمع بينتهي ب s فنحط apostrophe فقط يعني ممكن نكتبها كده مع بعض يعني انا لو قلت مثلا the doctor the doctor's car سيارة الطبيب تمام كده the doctor's هنا apostrophe s لكن لو قلت the doctors اطباء وضيفت بعدها apostrophe هي جمع اصلا هي جمع منتهي ب s ال apostrophe d اللي هي خاصة بالposition بالملكية the doctors بس تمام فهنا هنقول the to piece بتاع la الخاص بالاطباء لكن هنا سيارة الطبيب مفرد اوكي طيب نرجع الثاني اللي احنا كنا بنقوله بيقول لنا in yesterday's games في مباريات الامس France could beat the united states to one in 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 yesterday's games في مباريات الامس France could be the united states two one في عندنا كمان beat بتيجي كن نون وساعدها هقول heart beat مثلا drum beat اللي هي طبعا heart beat اللي هي دقات القلب تمام او هدقات القلب طبعا او ممكن اقول drum beat اللي هي دقات الطبلة او الطبول earn earn بيقول لنا receive money for work you do receive money for work you do ان انت تأخذ فلوس مقابل عمل انت بتقوم بي ده ايه ده earn earn معناها يكسب مالا بتيجي مع التعبيرات دي ناخد بالنا كمان منها بيقول earn a living earn a living معناها يكسب قوط يوم earn interest يعني يكسب الاهتمام او اهتمام الناسبي earn a reputation يعني يكتسب سمعة حسنة يبقى earn مش لازم كمان تيجي مع الماني يعني ممكن تيجي مع الماني فلوس وممكن تيجي مع بعض التعبيرات التانية زي interest وزي reputation تمام earn a reputation for honesty تمام ممكن اقول earn admiration يعني يفوز بالاعجاب earn a salary يفوز يكسب براتب يبقى earn بتيجي مع كل التعبيرات دي ياريت نكتب مع بعض earn بتيجي مع اي حاجة فيها فلوس تمام يكسب فلوس earn a living يكسب قطة يوم earn interest طبعا دي حاجات abstract منجردة يعني يكسب اهتمام الناس بي earn reputation يكسب سمعة او يكسب سمعة for honesty للامانة لامانتو earn admiration يعني يفوز يكسب او يكسب الاعجاب اعجاب حد بي earn a salary يعني يكسب راتب في عندنا gain و gain شوية كلمة فيرب طبعا بتيجي مع بعض الحاجات اللي هي بنقول عليها abstract مجردة فانا ممكن اقول gain gain experience يعني يكسب خبرة earn ممكن تيجي مع love sorry gain love ممكن اقول gain مثلا information معلومات gain knowledge معرفة كمان gain بتيجي مع حاجة غريبة شوية بتيجي مع كلمة weight يعني ايه يعني ايه gain weight يعني اقول مثلا she gained much weight يعني يعني هي ازداد وزنها مؤخرا يبقى gain weight معناها يزداد في الوزن بتساوي put on weight نكتب التعبيرين مع بعض gain weight و put on weight gain weight وput on weight ودي برضو هتستفيد منها في الترجمة عكس gain weight او put on weight عكسها lose weight ينزل الوزن بتاعه فانت you you had problem with your weight عندك مشكلة او كان عندك مشكلة with your weight so you went to the nutritionist رحت لراجل اخصائي التخزيئ فقلت له المشكلة بتاعتك فعلك you have to lose weight لازم ان انت lose weight طب ايه الطريقة you must go on a diet لازم تعمل diet نكتب التعبير ده go on a diet او follow a diet اوكي يبقى follow a diet go on a diet or be on a diet كل ده يعمل نظام غزائي ويدخل فيه نظام غزائي ولكن diet is different from regime قولنا regime قبل كده is a political system هي نظام سياسي يبقى regime is a political system نظام سياسي whereas بينما diet is a food system نكتب كل التعبيرات دي مع بعض يلا استعدوا كده نكتبها مع بعض عندنا gain قولنا بتيجي مع كلمة weight فانا ممكن اقول ايه gain weight فيها عندنا كمان بتسويها طبعا put on weight put on weight فيها عندنا كمان opposite بتاعها lose weight تمام فيه طبعا خدنا كلمة go on a diet go او تعبير go on a diet وبننتقى diet بالمناسبة diet على نفس الوزن التاع quiet هادئ مش quiet بنقولش quiet quiet go on a diet يعني المفروض ان انا لو انت بتعمل اه اه دوضاء فانا هقولك be quiet مش be quiet be quiet آآ اللي هي طبعا d طبعا quite مختلفة كلمة quite اللي هي الى حد ما بالشكل ده quite كده بي الى حد ما دي معناها الى حد ما بيجي بعدها صفة اقول لكم مثلا she is quite she is quite tired هي الى حد ما تعبانا آآ لكن quiet هذا go on a diet خلاص كتبناها آآ في طبعا be on a diet be go بدل بي بدل go بنحط بي اللي هي امو ازو ارد بي on a diet اوكي في عندنا كمان follow a diet تابنا دول خلاص في عندنا follow a diet اوكي follow a diet اه كل الحاجات دي طبعا لازم اخد بالي منها في عندنا كمان آآ nutrition nest اللي هو اخصائي تغذية nutrition nest nutrition اللي هي آآ التغذية و nutrition nest اخصائي آآ التغذية اوكي طيب ده بالنسبة لي جين لو جات مع wait في عندنا جين بقى لها معاني اخرى تمام جين ممكن تيجي مع الحاجات اللي هي قولنا abstract المجردة زي مثلا ما قولنا gain knowledge و gain gain knowledge يعني يكتسب معرفة و gain experience يكتسب خبرة و gain information وهكذا بيقول لنا هنا if you gain something you obtain it ده وانت gain something ده معنا ان انت بتحصل عليها especially after خاصة بعد a lot of hard work خاصة بعد كثير من العمل الشاق or effort او المجهود ومديني example بيقول لي they realize that ادركوا او يدركوا ان passing exams اكتياز الامتحانات is no long enough لم يعود كافيا no longer يعنيها لم يعود كافيا no longer enough لم يعد كافيا to gain a place at university لم يعد كافيا للحصول على a place at university يبدأ كمان مع كلمة place او التعبير اللي هو place at university للحصول على مكان في الجامعة بيقول لنا اني gain to get more ability or quality حصول على ability اكتر يعني ايه ability يعني قدرة or quality طيب بيقول لنا gain experience gain information gain tranquility gain knowledge طبعا tranquility اللي هو الهدوء او الطمأنينة tranquility gain knowledge كتبت كل دول بيقول لنا كمان gain معناها to have an increase in a particular thing to have an increase ان انت يزداد لديك شيء ما فبتيجي مع الوزن gain weight و gain speed يعني يزيد الصرعة she gained 25 pounds she gained 25 pounds ناخد بالنا اني pounds معناها هنا ارطال مفرد راتل pound pounds ممكن تيجي بمعنى جميع واحنا عارفين اني طبعا السياق هو المحدد للمعنى لازم ناخد بالنا من السياق she gained 25 pounds in weight زادت 25 راتل في الوزن during her pregnancy أثناء الحمل بتاعها الجمل دي كلها منطقة طبعا فيها تعبيرات حلوة ممكن تفيدني كمان في الترجمة بنراجع برضو مع الحاجات اللي هنا ممكن تساعدني when I wanna speak English لما جاء تحدث الانجليز زي يعني يعني ازداد وزنها 25 راتل في الوزن during أثناء وممكن ننطقها during during or during her pregnancy أثناء الحمل طبعا pregnant بتي لو شنا CY وبقى T هتبقى حامل يبقى pregnant حامل pregnancy حامل جين كمان بيقول لنا it is sad it is sad that من المحزن أن a major company شركة يعني كبيرة أو من الشركات الرئيسة tries it again from other people's suffering تحاول أن تكسب من ايه من other people's suffering من معاناة الناس وده بيحصل كتير طبعا it is sad that a major company من المحزن أن شركة كبيرة tries to gain بتحاول أن هي تكسب from other people's suffering من معاناة الناس وطبعا سفر معناها يعاني في عندنا بعض التعبيرات و prepositions حروف الجر في عندنا delighted with delighted with مسرور ب في عندنا cruel too وطبعا عكسها kind too طيب نقف لحظة وإحنا عندنا كلمة cruel معناها قاسي وkind طيب أي حاجة أي شعور أنا بأظهر تجاه شخص بيأخذ preposition to يعني أقول لك you must be kind to elderly people you must be kind too طيب تجاه don't be cruel too ما تبقاش قاسي معنا أو تجاه children مثلا أطفال أوكي يبقى polite too kind too cruel to أوكي طبعا savage to أوكي كل الحاجات دي ممكن تستخدم معه يجمع حرف جار to بيقول لنا refer to يشير إلى بتساوي indicate to يبقى refer to indicate to return to يعود إلى return to return to have kind 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 of Norman type of Norman okay okay في معنا مجموعة من ال questions تعالو احنا نشوفهم اعباد بيقول choose the correct answer I told Ahmed not to be cruel ألا يكن قاسيا space his mother at ولا in ولا on ولا to his mother آه برافو He طبعا he must not be cruel to his mother Cruel to شعور بيظهره تجاه شخص Cruel to بتاخد حرف قارب to طيب Question number two بيقول لنا مصطفى space much experience much experience يعني خبرة كتيرة أو كبيرة from working as a diplomat من العمل كديبلوماسي مصطفى يترى earned much experience ولا gained much experience ولا lost ولا won طبعا مع experience اللي هي abstract المجردة كلمة مجردة بتاخد gain حاجة مش ملموسة يعني experience و knowledge المعرفة والحاجات دي كلها بتاخد game يبقى مصطفى gained much experience عندنا بعد كده بيقول لنا رغد made me جعلتني made me ايه recalling طيب حتى يبقى في عندي مفروض ايه recalling ولا recall ولا recall استدعى ايه بقى all the tender memories tender memories اللي هي ذكريات الذكريات الذكريات الرقيقة of the past بتاعت الماضي طبعا عارفين ان بعد make وال past منها made طبعا بيجي infinitive فعلي في المصدر او ممكن ييجي صفة adjective يبقى make خدوا بالكم اكتبوا النوت دي عندكم ان make والماضي منها made ممكن يجي بعدها ياما صفة ياما فعلي في المصدر طبعا انا ما عنديش اي صفة انا عندي فعلي فين في المصدر recall recall معناها يستدعي recall memories يستدعي الذكريات recall memories عندنا في نمبر 4 بيقول لنا سوزي opened a current current اي current count ولا account ولا countless ولا amount in an international bank current اي فتحت حساب جاري اه بنقول عليه ايه الحساب بنقول عليه account طيب هي كلمة account account معناها حساب مش لازم يكون الحساب في بنك على فكرة يعني you have an account on facebook مثلا you have an account on the internet عندك حساب على الانترنت اه كمان ممكن تيجي account اه مع كلمة ب اه مع كلمة day ممكن نقول day of account وده طبعا معناها يوم الحساب يبقى day of account نكتبها عندنا day of account معناها يوم الحساب يبقى everyone will have his day of account طبعا كل واحدة يكون ليه الحساب بتاعه day of account يوم الحساب يبقى account كمان حساب في بنك ممكن نقول current account انواع الحسابات في البنوك current account حساب جاري و savings account حساب الدخار و deposit account حساب وديعة نرجع تاني كده اللي احنا كنا بنقوله قلنا اني current current account اللي هي تاني واحدة current account مش count count معناها يعدى ويحسب countless لا يحصل countless لا يحصل و amount معناها مقدار طيب في number 5 بيقول لنا I suggest a campaign أنا بقترح campaign حملة for human ولا person ولا humane ولا main treatment for the mentally ill يعني يا ريتي يبقى ده برضو اقتراح اني بقى فيه campaign زي اني بقى فيه campaigns كتير كده ندعم فيها مين ندعم فيها كل الناس اللي بيعاملوا mentally ill بشكل جيد اللي هما مين عندهم مشاكل زهنية الناس اللي هما المرضى العقليين لازم يتعامل معاهم بشكل ايه في رحمة شوية فبيقول لنا human human يعني بشري person معناها شخص لكن human معناها رحيم طبعا هناخد human treatment يبقى human treatment اللي هي المعاملة الرحيمة for the mentally ill mentally ill اللي هما الناس المرضى العقليين اسمهم mentally ill طبعا في عندنا physically ill اللي هما المرضى بمشاكل عندهم مشاكل جسمانية هناخد human اللي هي التالتة لكن human الاولانية دي معناها انسان او بشر في number six بيقول لنا we inherit بنرس ولا earn ولا win ولا make all our values كل القيم بتاعتنا المفروض ان احنا نرس او كل القيم بتاعتنا tender feelings والمشاعر الرقيقة and good characteristics والسمات الطيبة from our grandparents من اجددنا and parents وابائنا طيب هناخد ايه ترى مع ال values والقيم وال tender feelings المشاعر الرقيقة وال good characteristics inherit inherit بيتيجي مش لازم تيجي مع المواريث اللي هي مثلا land و money والحاجات دي كلها لا ممكن تيجي مع ال values القيم ممكن تيجي مع ممكن تيجي مع حاجات زي مثلا ايه reputation مثلا اقول لكم مثلا he inherited وارث a good reputation سمعة طيبة from his father من والده يبقى مش بالضرورة تبقى اموال وارضي طبعا كلنا وارثنا a lot of a lot of good characteristics from our parents and grandparents you must take care of that and you must keep these characteristics good characteristics and values and now we're gonna shift to the grammar part جزء grammar اللي معانا النهارده بسيط شوية هو خاص ب past simple used to و be used to طبعا نشوف كده مع بعض يقول لنا used to طبعا احنا عالفينا past simple بيكلم عن habits in the past the past simple بيكلم عن ايه habits من ضمن الاستخدامات بتاعته habits in the past طيب حلو جدا habits in the past يعني انا ممكن اقول مثلا مصطفى ايت طبعا ماضي اهو كان متعود يأكل ايت 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 شوكليت ايت شوكليت والشوكليت وشوكليت وشوكليت كل يوم ولكن يعني مثلا ممكن نقول دلوقات هو بطل بابا مثلا منعه من انه هو يأكل ايت شوكليت مثلا لو انا دلوقتي طبعا هنا الجملة بتعبر عن عادة في الماضي لو انا حبيت اعبر اودي نفس المعنى باستخدام used to هقول ايه بقى هقول مصطفى مصطفى ايه used to used to اعتدقا هارجع الفعل للمصدر قالنا بعد used to بيجي فعل في المصدر تعبر عن ايه used to بتعبر عن عادة في الماضي تعبر عن عادة في الماضي طيب نكتب كده used to ونكتب ان هي تعبر عن habit in the past used to اهي used to بيجي طبعا بعدها infinitive مصدر تمام ويه النجاتف بتاعها didn't didn't used to didn't ايه used to برضو بيجي بعدها مصدر لكن في عندنا بي used to بي used to ودي بيجي بعدها verb ing verb plus ing ودي بتعبر عن عادة في المدارع بي دي اللي هي am و is و are am is و are am is و are فانا ممكن اقول لو هكلم عن عادة في الماضي هقول i used to ا وننطقها خدوا بالكم النطق بتاعها i used to i used to play in the street when i was young كنت بتعود ان انا علع في الشارع وين i was young لكن لو هكلم عن عادة عندي دلوقتي هقول i am used to بعدها فعل ing i am used to playing playing in the club بيجي بعدها فعل ing طبعا ممكن استبدال am و is و are دول بget get used to برضو بيجي بعدها فعل ing تمام وبيساوي be used to او get used to بيساويها be accustomed to بيجي بعدهم فعل ing في عندنا طبعا هنا exercise على الكلام ده بيقول لنا مصطفى is used to مصطفى is used to eat ولا eating ولا eats chocolate طبعا is used to بيجي بعدها فعل ing فهنقول is used to eating اللي بعدها I used to اعتدت ان I used to seeing ولا see ولا saw ولا sees my grandparents every day when they were alive طبعا used بيجي بعدها فعل في المصدر هنقول see number three بيقول لنا I get used to I get used to drink drinking drank drinks coffee nowadays طبعا get used to بيجي بعدها فعل ing طبعا في عندنا هنا مجموعة تراجم هسيبها لكم homework للمرة اللي جاية ان شاء الله now dear friends we have come to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye